اشتركوا في القناة ودونالد ترامب يعرن توزيع 150 مليون اختبار سريع لكشف فيروس كورونا توفيت يوم امس الاثنين فنانة العيدة الجبلية شام الزاز عن عمر نهزة 70 عاما وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض وعلم من مصادر محلية مقربة من الاسرة ان الفقيدة اسلمت الروح بالمستشفى الاقليمي لتونات ليفقد بذلك الفن الشعبي الجبلي احد اشهر رموزه نسائية وعرفت الراحل شام الزاز بادائها لفن العيدة وامضط الشطر الابرز من مشوارها الفني مرافقة لعميد تقطوق الجبلي الراحل محمد العروسي رحم الله فقيدة الساحة الفني وان لله وان اليه راجعون اعلنت وزارة الصحة امس الاثنين عن تسجيل 1422 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1877 حالة شفاء و44 حالة وفاة في 24 ساعة اوضحت وزارة الصحة في النشارات اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19 ان الحصيلة الجديدة رفعت العدد الاجمالية لحالات الاصابة المؤكدة بالمملكة الى 119107 حالات منذ الاعلان عن اول حالة في الثاني من مارس الماضي ومجموعي حالة شفاء التام الى 97468 حالة بمعدل تعافي يناهز 81.8% في مرتفع عدد الوفيات الى 213 حالة ليستقر معدل الفتك في 1.8% اعلنت وزارة الصحة امس الاثنين توسيعها لشبكة المختبرات الخاصة المسبوحة لها باجراء اختبارات تشخيص الاصابة بفيروس كورونا واكدت الوزارة في دورية انه يمكن لجميع المختبرات الاحيائية اجراء تحليل كي اختي بس اغ لتشخيص الاصابة بكورونا وكذلك تحليل السيرولوجية بشرط استفاء عدد من الشروط التي سبق انحددتها الوزارة في منشور سابق وذلك في اطار تعزيز شبكة المختبرات الاحيائية والسيرولوجية لتشخيص كوفي 19 ولتكون هذه الاختبارات في متناول جميع المؤطنين المغاربة والاجانب وضمان تخطية هذه الخدمة لعموم التراب الوطنية واكدت الوزارة ان جميع المختبرات المسموح لها بالعمل مدعوة الى الاطلاع او اطلاع المديريات وزارة الصحة في غدود 24 ساعة من اخذ العينات بنتائج التحليل وذلك عبر منصة الكترونية تابعة للوزارة التي افادت بان المختبرات الطبية الراغبة في الاندمام لشبكة مختبرات الكشف عن كورونا ستبقى تحت مراقبة وافتحاص دائم من طرف المعهد الوطني للصحة وكذلك المندوبيات الاقليمية للصحة قررت الحكومة رفع عدد المناصب المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم لأزيد من 22 ألف منصب ضمن مشروع قانون المالية لعام 2021 المرتقب المتدقة عليه قريبا المعطيات كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون خلال اجتماع لجنة المالية وتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تفاصيل أوفاء عن هذا الموضوع يوفينا بها بلال البجديني في التقرير المهالي قطاع التعليم والصحة يحضياني بمناصب شغل إضافية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مقارنة مع سنة 2020 هذا ما كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والذي أشار إلى أن الحكومة ستخصص حوالي 22500 منصب للقطاعين المسؤول الحكومي ذكر أن قطاع الصحة سيخصص له حوالي 5500 منصب مالي ما يمثل ارتفاعا ب1500 منصب مقارنة مع سنة 2020 كما ستشهد نفقات المعدات المخصصة لقطاع الصحة برسم السنة المقبلة زيادة بحوالي 717 مليون درهم أما بخصوص قطاع التعليم أورد بن شعبون أن الحكومة ستخصص له 17000 منصب مالي بارتفاع يمثل 2000 منصب مالي جديد مقارنة بالسنة الحالية مع ارتفاع في نفقات المعدات الخاصة بالقطاع بمليارين وثمانمائة مليون درهم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أورد أيضا أن عددا من النفقات الإضافية غير القابلة للتقليص تواجه الحكومة وتقدر تكلفتها ب13.6 مليار درهم منها مليار وخمسمائة مليون درهم مخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية وثمانية مليارات وخمسمائة مليون درهم برسم كتلة الأجور بناء على مقتضيات الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات بالإضافة إلى تحملات صندوق المقصة سجلت أسعار لحم الدواج ارتفاعا في جل أسواق المملكة بسبب ضعف العرض جائحة كورونا أرخط بذلالها على القطاع وألحقت خسائر مادية بالمنتجين الارتفاع وصل إلى عشرين درهما في بعض الأسواق مع زيادات مفاجئة في الأثمينة يأتي هذا في وقت يشتكي فيه المهنيون من توقف الإنتاج لدى عددين من المربين الصغار والمتوسطين تفاصيل أوفا في هذا الربرتاج من أعداد حنى بياد وخالد بوناناس عرفت الأسواق المغربية مؤخرا ارتفاعا في أسعار لحم الدواج بنسبة خمسين بالمئة مقارنة مع بداية تفشي فيروس كورونا بالمغرب 8 كيلوغرام الواحد يتراوح اليوم بين 18 و20 درهم بعدما كان في حدود عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد كان نقصان دير كان طالب العرض كان نقصان ما تشكل منه النازل في رماته ما تشكل منه شي فلوس قليل دبادو كل اللي خاصين بالفلوس هو ما اللي يغلى وشوية هم اللي غلى مؤطرة على العالم كله مشاعرين اهلا العالم كله مؤطرة على كورونا مؤطرة على هذا الشيء لانه واحد دوقت كان رخاص دجاج ومسؤولين خلاو ذاك شي مطلوق ومسؤولين غادي يرجع بهذا الطريق وشكي يش غايت يتكلف دجاج يتماع في حون 12 درام وشكي نقول الفيرما غايبيع دجاج بسبعة درام وما ما يمكنش أقول الفيرما هوت يطلع على دجاج بعشرة بعشرة ونص ومخير حاشد ريال هوية مؤكين شعر خلناهم طلوق عرفوا غادي يوصل لها الدرجة وعرفوا غادي يوصل لها الدرجة لنهو ما يخلهم طلوق وشك المغاربة من موجة الغلاء التي شهدتها أسعار الدجاج مؤخرا مؤخرا موجة دارة مصر حلال دارة المواطنة بصفة نهائية يعني كل شي من المنتجين المنتجين كيتفقوها دارة كيدلوا اللي بغاوه مدير الفيدرالية البمهاني لقطاع الدواجن بالمغرب أكد في تصريح مع قناة تلا بغاوك أن الارتفاع الأخير في أسعار لحوم الدواجن يعزى إلى التراجع الكبير على مستوى العرض مع تسجيل تضرر المنتجين من عكاسات جائحة كورونا فعلا منذ الأجبوع الثاني من سكتمبر كان هناك واحد ارتفاع كبير في 8 دجاج وهذا رجع لنخفض العرض في السوق ليجا نتيجة كذلك على الأزمة الخانقة اللي يعرف القطاع منذ بداية كورونا بشهر المارس بحيث يتعرفوا بأن الإجراءات اللي إخداعها المغرب بشي يحفظ على الصحات المستهلك من المواطن المغربي وخاصة منها إغلاق المطاعم ومنع لعمل الحفلات وكذلك شد الحدود وجامعة التدابير اللي كانت كلها أدت إلى وحد الانخفاض في الطلب اللي تنقله بأنه تقريبا 40% وهذا اللي تفصل أنه في ذاك الوقت نتعلن الجائحة ما بين مارس حتى سبتمبر الآتي ميناكات الحدود منخفض كثير حيث وصلت صلى 5 درهم ونص 6 درهم أو 7 درهم في الفيرما طبعا هذا ثمن هذا هو أقرب كثير من تكلفة الإنتاج ولي أدى وحد خصائر كبيرة بالنسبة للمربيين اللي تتقدر بعض المربيين لتعذرهم خلال هذا المدة منذ سنة مارس وهذا واللي أدى في اكتماع المربيين أنهم إما ينقصوا منها الانتاج لهم وإما تخليه بصفة كاملة على الانتاج وهذا اللي تعطينا اليوم هذا النخفاض في العرض اللي أدى إلى ارتفاع الأتمينة منذ أسبوع الثاني من سبتمبر ويبقى تقلص الإنتاج ناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربيين عن النشاط بعد الخسائر التي تكبدها طوال الستة أشهر الماضية بسبب تداعية جائحة كورونا وأثارها السلبي على مجموع الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد في أخبارنا الدولية قال دونالد ترامب أنه سيتم توزيع 150 مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا في البلايات المتحدة قامت شركة أبوت بابتكاره وحصلت مع نهاية أغسطس الماضي على ترخيص بتسويقه أوضح ترامب بأن الأولوية في الاستفادة من هذا الاختبار السريع ستكون لمعلم المدارس ودور رعاية المسنين والجامعات والاختبار يقدم نتائج في غدون 15 دقيقة إلا أنه لا يتسم بدقة اختبارات الفحص المخبري الفائق الدقة ومنذ شهور يضغط خبراء الصحة العامة في البلايات المتحدة لاستخدام هذا الفحص السريع والرخيص والذي يسمح للمرء بأن يفحص نفسه بنفسه مرات عديدة في الأسبوع حسب الحاجة وأن يحصل على نتيجة في غدون دقائق معتبرين بأن الفحص المخبري الفائق الدقة الذي لا تعرف نتائجه إلا بعد خمسة أو سبعة أيام يصبح عمليا عدم الفائدة لأن مرحلة الذروة في انتقال العدوى تكون في العادة قد مرت والمرض تفشى في أخبار الرياضة سيواجه اليوم نادي دفاع الحسني الجديد ضيفه حسنية أجدير بملعب العبدي بالجديدة ضمن لقاء الأسبوع السابع والعشرين من الدور الوطني لاحترافه لكرة القدم في المقابل سيرحل نادي الجيش الملكي لملاقات يوسفية برشيد بملعبه البلدي لحساب الأسبوع نفسه من الدور الوطني إلى منافسة البريمر ليك حيث يواصل ليفربول بدايته القوية في رحلة للدفاع عن لقبه بالدور الإنجليزي لكرة القدم وأقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز بثلاثية لواحد على أرسنال في ختم مباريات المرحلة الثالثة من المسابقة الانتصار هو الثالث على التوالي ليفربول ليرفع رصيده إلى تسع نقاط محتلا المركز الثاني هذا وقد سقط أفلها مما إستون فيلا بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب كرافين كوتتش ليرفع إستون فيلا رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع ختم النشر وهذا تذكير بأبرز عنوينها تسجيل 1422 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في المغرب في 24 ساعة توسيع شبكة المختبرات الخاصة المسموح لها بإجراء اختبارات فيروس كورونا ودونالد ترامب يعلن توزيع 150 مليون اختبار سريعا لكشف فيروس كورونا معيدكم بعد قليل مع نشرة لأحوال أتاق استلها قراءة في أبرز عنوين الزحف مع فاطمة زهراء دورات دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة